أعلن مدير مستشفى الثلاثيمية دكتور مزاحم سعيد الحمداني أن عدد المصابين بمرض ثلاثيمية في الموصل ارتفع إلى 1562 شخصا وقال الحمداني أن 40 مصابا يراجعون المستشفى بشكل يومي بصورة منتظمة مضيفا أن المستشفى يعاني بين فترة وأخرى من شحن في الأدوية المخصصة يذكر أن الثلاثيمية هو اضطراب وراثي في الدم يتسبب بنقص الهيموغلوبين وقلة عدد خلايا الدم الحمراء في الجسم عن المعدل الطبيعي الاحتياجات هي كمية العلاجات التي يجب أن تتوفر للمريض هي علاجات طاردة للحديد وهذه إن شاء الله تأتينا أوقات نشعر بها بالشحة ولكن في الأوقت الحاضر نعاني من شحة موقع تموعدين أن تأتينا كمية كبيرة من العلاج خلال فترة قصيرة إن شاء الله